تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للاطلاع على جهود الحكومة لضماني سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجرى تنفيذها في عدد من القطاعات كذلك تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيموية والسيارات الكهربائية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية ومدى توافر مستلزمات الانتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الانشطة والقطاعات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التصويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر اشتركوا في القناة